أشهدت بعثة صندوق النقد الدولي بالتطورات التي شهدها البنك المركزي المصري على مستوى مختلف القطاعات منذ التقييم السابق في عام 2017 والمجهودات التي تم بذلها لإعداد وصياغة قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الجديد وأكد صندوق النقد أن نظام الحوكمة بالمركزية تسهم بالقوة والثبات وأن لجنة المراجعة بالبنك تقوم بالرقابة الفعالة والوثيقة على عمليات ومعاملات البنك بالإضافة لأن إطار الحوكمة الخاص بإدارة الاحتياطات الأجنبية والمدفوعات التي تسدد نيابة عن الحكومة يخضعان للعديد من الضوابط الرقابية الفعالة